الجلسة العاشرة أعلى أشكال المقاومة انضب لتملق الثقة في أمانة الله أهلا بكم في برنامج لا تستسلم أبدا نحن الآن في الجلسة العاشرة هل تصدقون هذا؟ الجلسة العاشرة إنهم متحمسون هنا عنوان هذه الجلسة أعلى أشكال المقاومة سوف نغطي ما جاء في الفصل الرابع عشر من الممكن أن تجلسوا وسنبدأ على الفور في هذه الجلسة أريد منكم أن نتخيل حربا حقيقية دعونا نفترض أن قوة عسكرية شريرة غزت بلادك واستعمرتها لسنوات طويلة لتستطيع أن تحرر بلادك لن تحتاج فقط لأن تدخل في مواجهة مباشرة مع العدو كما ذكرنا في الجلسة الماضية بل أن تتخلص من كل المعاقل التي أسسها مثل حقول ألغام، أفخاخ، قواعد وأشياء أخرى كثيرة إلى أن واحدا من أكثر المعاقل الصعوبة في مكافحتها هي طريقة التفكير الشريرة والملتوية التي غرسها العدو في عقول شعبي تلك البلدة المستعمرة هذا النوع من المقاومة لن نتغلب عليه بطريقة مباشرة لبعدها النفسي إذا لم تستطع أن تكسب هذا الجزء الماكر من الحرب ستخسر كل المكاسب التي يمكن أن تكسبها من خلال المقاومة المباشرة في هذا الفصل سوف نتسلح بهذا النوع من المقاومة تحتاج المقاومة المباشرة والغير المباشرة للثبات والسموت وإلا سيكون كل النوعين بلا فائدة يؤكد الرسول يعقوب على هذا الجانب من الأسلحة ويقول فاخدعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم هنا يكشف لنا يعقوب أن أهم طريقة لمقاومة إبليس هي من خلال الخضوع لله ونعيش في إيمان ثابت وطاعة لله إذا فعلنا ذلك سندخل مبادئ الله للعالم وخاصة للمناطق الفاسدة الطاعة الكاملة هي الطريقة التي نهدم بها حصون العدو ونتغلب عليه وهكذا نستطيع أن نختبر مستوى أعلى من السيادة لنستمع إلى كورينثوس الأولى أصحى عشر لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب لتأسلحة محاربتنا ليس الجسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هدمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله هم مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين لأن ننتقم على كل عسيان متى كملت طاعتكم هنا العبارة المفتحية تتركز معاقل العدو في الأفكار المنطق الأراء الفكرية التخيلات أو أي أنماط نفسية تضد فكرة وإرادة الله هذه تشمل الغيرة الطمع الأنانية لاستغلال الشهوة الكراهية النزاع الإغراء والحسد وأمور أخرى كثيرة هذه الاتجاهات القلبية والفكرية تضد الحق وتخلق صراعاً روحياً الرسول بولوس وضح أن طاعتنا تمكننا من إخماد هذه الأشكال من عدم الطاعة لله إذن كما ذكرت في الجلسات السابقة أن مستوى مسؤوليتنا وقواتنا يزداد إن اجتزنا المقاومات بنجاح بمعنى نحن نتطور في ملكنا كلام بطرس الخاص بتسليح أنفسنا يعطينا بصيرة أكثر يقول فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضاً بهذه النية فإن من تألم في الجسد كفة عن الخطية لكي لا يعيش أيضاً الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله يقول بطرس هؤلاء الذين احتملوا السعاب كفوا عن الخطية ماذا كان يقصد الرسول عندما تحدث بهذه الكلمات يتحدث عن تحقيق الندوج الروحي أريد أن أواضح هذه الحقيقة التي يعرفها أغلبكم أنه عندما ولدنا من فوق في ملكوت الله نحن لم نولد كبالغين روحياً نحن ولدنا رضع ثم صرنا أطفالاً ثم بعدها رجالاً أو نساء ناضجين يوضح لنا الكتاب عن التفولة الروحية عندما قال لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح كان يتحدث إلى بالغين عندما كتب رسالته إلى أهل كونينثوس لكنه يقول لهم إنهم ما زالوا أطفالاً في الوقت الذي تتعاملون فيه كبالغين لا زلتم تحتاجون إلى اللبن لأنكم ما زلتم أطفالاً يقول بوتروس كأطفال المولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي بعد مرحلة التفولة يكتب الرسول بولوس في رسالة أفاسوس كي لا نكون فيما بعد أطفالاً مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم يتحدث عن نمونا وشيازنا مرحلة التفولة تتفقون معي؟ فعلى يحلى نفس الأمر أكتب إليكم أيها الأولاد أكتب إليكم أيها الأحداث أكتب إليكم أيها الآباء هنا يتكلم عن نمونا الروحي تتفقون معي؟ بالنسبة للبلوغ نقرأ في كورينتوس الأولى 14-20 أيها الإخوة لا تكونوا أولاداً في أذهانكم بل كونوا أولاداً في الشر وأما في الأذهان فكونوا كاملين يتحدثوا عن النجي في المسيح نرى هنا الشيء المهم جداً أن الطفل يتجاوب مع التدريب الذي حصل عليه أو حصلت عليه قد يكون تدريباً جيداً أو سيئاً الطفل قد يكون حساساً من السهل تأثير عليه وربما بطريقة غير سليمة البالغ لا يحتز تحت المؤثرات الخطأ يجب أن ننمو في المسيح لكي نتقوى في الحق لذا قال بوليس وأما في الأذهان فكونوا كاملين نستطيع أن نكون أقوياء في الحق ونطرح وراء ظهورنا كل عسيان إذن كيف ننمو روحياً؟ هذا هو السؤال المهم لهذه الجلسة دعونا أولاً نتأمل في النمو الجسدي والعقلي ترى ما الذي يؤثر في النمو الجسدي وما يحده هل يعرف أحدكم؟ الإجابة هي الوقت أبداً لن ترى طفلاً بطول رجل لأن عامل الوقت يؤثر في النمو الجسدي ويحده يأخذ الطفل 16 أو 17 سنة ليصل إلى طول الرجل صحيح؟ إن كنت تنظر إلى النمو العقلي هل يعتمد النمو العقلي على الوقت؟ لا أعرف طفلاً أنهى دراسته الثانوية في الرابعة عشر ورجلاً في الخمسين لم يفعل لهذا فالنمو العقلي لا يعتمد على الوقت إنه يعتمد على التعلم تنتقل من السنة الأولى للثانية للثالثة وليس للعشرة ستنتقل ولكن بسرعة أم ببطء كما تريد التعلم هو الذي يحدد النمو العقلي النمو الروحي هل يعتمد على الوقت؟ لا هناك أشخاص ولدوا ثانية منذ سنة لكنهم أصبحوا عمالق روحيين وآخرون لهم عشرون عاماً وما زالوا أطفالاً في الإيمان ويحدثون دوضاء في الكنيسة يحتاجون للمربية تتفقون معي؟ النمو الروحي لا يعتمد على الوقت لكن هل يعتمد على التعلم؟ لا الفريسي يحفظ أصفار موسى عن ظهر قلب لكنه رأى ابن الله وهو يطرد الشياطين ومع ذلك لم يعرفه إذن لا يعتمد على التعلم على أي شيء يعتمد النمو الروحي بطرس يقول على الألم قلوا جميعاً الألم أعرف أشخاصاً تألموا ويشعرون بمرارة صحيح؟ إذن فهناك عنصر مفتاحي آخر هنا نستطيع أن نراه في عبرانيين خمسة تمانية عندما يقول مع كونه ابنًا تعلم الطاعة مما تألم به الرب يسوع لم يحضر معه الطاعة إلى أرضنا تعلمها كيف تعلمها بما تألم به؟ فكيف ننمو روحياً؟ النمو الروحي الحقيقي لا يأتي عندما تكون الشمس مشرقة في حياتنا أو عندما يتحدث الآخرون بطريقة إيجابية لكن عندما تحل عليك التجارب وتختار أن تظل مطيعاً لله في وسط كل هذه الأمور عندئذ تنمو عضلاتنا الروحية ونصبح أكثر ندوجاً من السهل أن تطيع الله عندما يتكلم الناس عنك حسناً عندما تكون أمورك المادية الجيدة لكن ماذا لو انفتحت عليك أبواب الجحيم من كل جانب؟ ما هو رد فعلك؟ وكيف تطيع في هذه الظروف؟ تستطيع أن تنمو روحياً عندما تطيع واسط الظروف الصعبة المثال الرائع على ذلك في الكتاب المقدس هو يوسف كان يوسف هو لابن الحادي عشر ليعقوب كما تعرفون كان ليعقوب إثنى عشر ابنان أنا أحب الأولاد ولدي أربعة منهم في أحد الأيام قلت لليزة مداعباً يعقوب كان لديه إثناشر ابن هيا ننجبوا إثناشر ولد نظرت إلي زوجتي بنظر السنكارية وقالت كان لديه أربع زوجات أيضاً قلت فكرة جميلة فكرة جميلة يا حبيبتي كان يوسف رقم حداشر من بين إخواته لم يكن محبوباً من إخواته الأكبر منه يكشف الكتاب عن السبب لأنه كان صاحب روايات هذا في سفر التكوين سبعة تلاتين اتنين كان فخوراً بذاته وقد ميزه أبوه بأن أحضر له قميصاً ملوناً لذلك كان هناك صدام بين يوسف وإخواته صحيح؟ أتى اليوم الذي أعطى الله فيه حلماً نبوياً ليوسف فيه رأى أنه سيصعد إلى مرتبة الحكم والسيادة وسوف يخدمه كل إخواته استيقظ من حلمه وقصاه بحماس على أسرته إلى أن إخوته لم يشاركوه هذا الحماس أبغضوه أكثر ذهب ونام وحلم حلماً نبوياً شبيهاً به في هذه المرة رأى الشمس والقمر والنجوم يسجدون أمامه شارك يوسف بحماس هذا الحلم مع إخوته إلا أنهم غضبوا منه أتى اليوم الذي ذهب فيه إخوته لمكان بعيد بحثاً عن مراعي جيدة ومرت أيام طويلة على غيابهم من البيت عندما طالت مدة غيابهم قال يعقوب اليوسف اذهب وتفقت سلامة إخوتك بحث يوسف عنهم في كل مكان إلى أن وجدهم عندما ذهب إليهم في الحقل رأاه إخوته وهو يقترب منهم قالوا ها هو السيد القائد آتن السيد رجل الله الذي له دعوى لحياته قائدنا الهمام الشخص الذي له رؤية من السماء دعونا نقتله لنرى كيف يحقق أحلامه أخذوه عنوة مزقوا قميصه وغمسوه في الدم وألقوه في بئر عميق لهؤلاء الذين لم يسمعوني من قبل بئر تشير إلى واعظ تحت التدريب ألقوه في البئر وقالوا سنتركه ليموت هنا فإننا لم نعد نطيق هذا الولد بأحلامه التي فيها يتسيد علينا هذا أفضل حل بعد ساعات قليلة أتت قفل من الإسماعليين كانوا في طريقهم إلى مصر ليتجروا بالعبيد قال يهودا لابن الرابع يا للفرصة يا إخوتي انتظروا دقيقة سنتركه يموت هنا هذا حسن سنتخلص منه لكن عندي فكرة أفضل دعونا نبيعه كعبد نكسب مالا ويتصور الجميع أنه مات قال الإخوة فكرة جيدة دعنا ننفذها فباعوه لقافلة الإسماعليين كعبد شعر بالقهر أعتقد أن الأمريكيين قد لا يدركون هذا في الماضي عندما تولد وتكون وريثا لرجل غني من المهم أن ترث وتحمل اسم العائلة وتصبح امتدادا لها كان الرجال يكتئبون عندما لا ينجبون ذكورا الآن نحن لا نشعر هكذا لذلك كان إبراهيم مكتئبا إذ ليس لديه ولد ليرثه نعود ليوسف المفروض أن يرث يعقوب يرث إسحاق وإبراهيم لكن إخوته باعوه كعبد وعندما تباعوك عبد يجب أن تظل عبدا وتتزوج من أمه وتنجب عبيدا أن تلد عبدا هذا أمر يختلف عن أن تكون ابنا لرجل غني أعطاك الله حق الميراث لكن إخوتك يجردونك من هذا الحق هذا أمر سيء أتوا به إلى مصر وهناك بيع إلى رئيس الشرطة فوتيفار بدأ يوسف يخدم في بيت فوتيفار ومرت سنة وسنتان ثم ثلاث سنوات ولم يسمع أي خبر عن بيته تصور أن إخوته أشاع أنه مات وبالتالي فقد الأمل في أن ينقذه أبوه ورق لحال أبيه لأنه تخيل أنه سوف يظل بقية حياته حزينا الآن هو عبد لكن الأمر الرائع هو أن الله باركه وأنجح طريقه أصبح يوسف الآن رئيسا على كل العبيد في بيت فوتيفار واستمر هذا لمدة عشر سنوات لكن بعد فترة بدأ بعض الشر يظهر من وراء السطار فامرأة فوتيفار وضعت عينيها على يوسف كانت معجبة به قال الكتاب إنها كانت تحاول معه يوميا لا على فترات يوميا هذه المرأة كانت تلبس جيدا تتعتر جيدا وتغريه بكل شيء حتى نظراتها وتقول له بجرأة اتجع معي أحب ما قاله يوسف قال يوسف كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله تكوين تسعة وثلاثين تسعة أخيرا أتى اليوم وانفرد في البيت وأمسكت به قالت تعالى لا يوجد أحد بالمنزل اتجع معي قال الله يمنعني وفعل تماما كما قال الكتاب فعل ما قالته كلمة الله هرب من الزنا عندما فعل هذا تمسكت بردائه فتركه في يدها وهرب عريانا فتحولت شهوتها إلى غضب وبدأت تصرخ مدعية أنه حاول أن يغتصبها الأمر الذي هرب منه اتهم بأنه كان يريد أن يمارسه وهكذا ألقي به في السجن السجون في أمريكا متنزهات مقارنة بسجن فرعون ذهبت إلى سجون أمريكا فيها ملاعب لكرة السلة أماكن للعمل طعام تأكله تلفزيون تشاهده ذهبت إلى سجون الشرق الأوسط الخديمة هي تحت الأرض باردة رطبة محشة ارتفاعها حوالي 140 سنتي قال الكتاب آذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه إلى وقت مجيء كلماته قول الرب امتحنه كان يوسف في هذا السجن كانوا يعطون الناس في هذه السجون خبز الضيق وماء الضيق بكلمات أخرى الموت أهوا كانوا يعطونهم طعاما ليظلوا أحياء لكي يعانوا ظل يوسف في السجن لمدة سنتين هل تستطيع أن تتخيل الصراع الذي كان يعاني منه وهو في السجن؟ أقصد الأفكار التي كانت تراوده وهو في هذا السجن المظلم الرطب زرت هذه الأماكن لا يوجد بها شمس لا تستطيع حتى أن تخف في الزنزانة يا للفضاعة كان لديه وقت طويل ليفكر هل تتخيل هجوم العدو على ذهنه؟ لقد خدمت في بيت فوتفار بأمانة وباستقامة لمدة عشر سنوات كنت مخلصا لفوتفار أكثر من إخلاص زوجته له ظللت أمينا لله ولسيدي وكنت أهرب يوميا من الزنة ما هي مكافأتي على طاعتي؟ سجن مظلم لماذا لم أسلك رجل طبيعي وأستمتع مع هذه المرأة؟ لو مرزت الجنس معها ما كان أحد ليعرف ولما كنت الآن في السجن إن كان قد سمح لكل هذه الأفكار منذ البداية أن تتملكه لازداد الأمر تعقيدا بالطبع كان سينتهي به الأمر إلى هذا التساؤل هل هذا هو ما يفعله الله المحب لهؤلاء الذين يحبونه؟ إذن هو ليس أمينا بل يستغل ويسيء إلى خدامه سمح للشريري أن ينجح وينتصر بينما أنا معذب نتيجة طاعتي ما هي المنفعة من طاعة الله؟ أعطاني حلما بالقيادة فشاركت به إخوتي فماذا جلب علي؟ البئر والعبودية ثم أعطعت الله وهربت من الزنة ما هي مكافأتي؟ السجن لماذا يبدو أنه كلما أعطعت أكثر كلما سأت أمور حياتي خدمة الله هي مجرد خدعة لم يكن أمام يوسف سفر التكوين ليعرف نهاية القصة ما قياه في السجن لمدة سنتين لم يتمتع يوسف بالحرية داخل السجن لكن كان له الحق أن يختار أفكاره ويتفاعل مع كل ما حدث له هل يحس بالمرارة؟ هل ييأس؟ يتضايق؟ ويحتخر كلمة الله؟ هل يتبنى أفكار الانتقام والكراهية التي بدأت تقرع على باب قلبه؟ هل تنهك قواه ويتشاءم؟ هل يفقد كل أمل في إتمام الوعود ويحرم نفسه من آخر بصيص أمل؟ هل يقاوم راسخا؟ أم يكف عن المقاومة بأن يستسلم لمشاعر وأفكار غير سليمة؟ أعتقد أن يوسف لم يتخيل أن كل هذه الظروف الفضيعة ما هي إلا إعداد الله له للحكم تعلم يوسف الطاعة مما تألم به تقوت عضلات طاعته ووصلت إلى الذروة كما لو كان قد وضع 315 رطل على القديم وكان يحتاج أن يسمع صرخة ارفع! ارفع! أم يستمع لصوت المنطق ويختار الطريق الأسهل وينحني أمام الضغوط؟ كانت المشكلة تكمن في إخوته أعتقد أنه أفكر في هذا الأمر كثيرا أثناء وجوده في السجن ما الذي كان يحدث لو لم يخنه إخوته؟ كم من المرات نحارب مثل هذه الأفكار؟ لو لمديري لترقيت بدلا من طرد من العمل لو لما حدث لزوجي السابق لما عانيت من مشاكل المادية لو لا افتراء ذلك الشخص في العمل لما فقدت وظيفتي وتعرضت للتهديد بالطرد من شقتي لو لم ينفصل والداي لعشت حياة طبيعية والقائمة لا تنتهي من السهل أن نلوم الآخرين على المتاعب التي نواجهها ونتخيل أن الحال كان من الممكن أن يكون أفضل لو لا تدخل الآخرين لكن الحقيقة أن مثل هذه الأفكار تضعف قدرتنا على مقاومة ما قد يؤذين التهديد الحقيقي ليس في المواقف الصعبة التي نواجهها بل في المعتقدات الخطأ التي تتصرب إلى أذهاننا في وسط الدغوط سأكرر هذا التهديد الحقيقي ليس في المواقف الصعبة التي نواجهها بل في المعتقدات الخطأ التي تتصرب إلى أذهاننا يجب أن نثبت في قناعاتنا وأن نقاوم أي فكر يضاد كلمة الله ينبغي أن يكون حقه مؤسسا وراسخا في قلب كل منا لا رجل ولا امرأة ولا شيطان يخرجنا من دائرة الله المتحكم في مصيرنا هو الله أراد إخوة يوسف أن يدمروا الأحلام التي أعطاها له الله لم تكن مصادفة كانت متعمدة فعلوا هذا عن قصد كانوا يريدون أن يدمروا هذه الدعوة لحياته قواموا أي فرصة ليكون قائدا عليهم هل تعتقد أنه عندما بعوه عبدا أن هذا الأمر أعاق حماية الله له فلنفكر في الأمر هل عندما بعوه كعبد توقف الله عن حمايته هل نظر الآب إلى الابن والروح القدس وقال بنبرة يملأها الغضب ماذا؟ ما الذي سنفعله الآن؟ انظروا ما فعله إخوة يوسف إنهم أفسدوا خطتنا لحياته علينا أن نفكر في أمر آخر هذا أحمق وسخيف لكن للأسف هناك الكثير من المؤمنين يفكرون بهذه الطريقة هل تتخيل أن الآب ينظر إلى الرب يسوع ويقول يا يسوع لقد طرد القصبوب من كنيسته لأنه صلى لشخص لكي يشفى هل لديك كنيسة أخرى يخدم فيها؟ يا يسوع صار وأولادها ليس لديهم أي دخل لأن زوجها طلقها ولا يدفع لها أي نفق لإعاشة أولادها والأسوأ الأزمة الاقتصادية وليس لديها عمل وهي غير متعلمة ماذا؟ سنفعل لها يبدو الأمر غبيا بهذا الشكل أليس كذلك؟ حقا يبدو غبيا إن كان يوسف مثل الكثيرين منا ماذا كان سيفعل في السجن؟ سيخطط للانتقام عندما سأخرج من السجن سأجعلهم يدفعون الثمن سأتفق مع محامي وسأقيم عليهم قضية وأخذ حقي والأفضل من ذلك بدلا من تضييع المال سأقتلهم وأصور الأمر على أنه حدث كما فعلوا معي لو أن يوسف فكر بهذه الطريقة لتركه الله في السجن لأنه كان سيقتل عشرة من آباء أصباط إسرائيل الاثنى عشر بما فيهم يهودا الذي من نسله سيأتي المسيح نعم هذا صحيح من أساءل يوسف آباء بني إسرائيل نحن لن نتكلم عن أشرار كانعانيين لا يعرفون الله بل عن إخوته تتفقون معي؟ لم يرى يوسف أحلامه تتحقق لمدة واحد وعشرين سنة واحد وعشرين سنة لكنها تحققت لأن الله أمين في حفظ موعيده هناك من ييأس عندما لا تستجاب صلاته بعد ثلاث سنوات أو ثلاث أشهر أو حتى بعد ثلاث أسابيع ما بالكم بواحد وعشرين سنة؟ تتفقون معي؟ الله هو الملام دائماً مع أنه لا يجهد الأحلام نحتاج إلى الصبر والاحتمال لكي نطيع هذه القوة متاحة لنا على حساب النعمة قلوا أمين كما قلت من قبل لا يوجد رجل أو امرأة أو حتى الشيطان يستطيع أن يوقف خطة الله في حياتك إن تثبت في هذا الحق سيزودك بقوة هائلة إلا أن هناك شخصاً واحداً يستطيع أن يبعدك عن طاقي إرادة الله وهو أنت إذا نظرنا إلى شعب إسرائيل كانت خطة الله لهم أن يرثوا أرض الموعد لكنهم استمروا في التذمر والشكوى وتبني الأفكار الخاطئة هذه الأفكار والمعتقدات كانت السبب في أنهم لم يدخلوا أرض الموعد ابتعدوا بعيداً عن نطاق إرادة الله لحياتهم لا رجل ولا امرأة ولا طفل يبعدك عن إرادة الله الوحيد الذي يبعدك هو أنت أمر أخير بالنسبة ليوسف بدأ حياته بنوع من الزهو وكان متعجرفاً إلا أن طاعته للحق كانت بمثابة إعداد له ليكون قائداً دعوني أقول أمر آخر عن يوسف فكروا بعمق في هذا الأمر أعطاه الله حلماً بالقيادة وبخدمة إخوته له طرح في البئر وظل عبداً لمدة عشرة سنوات ثم ألقي في السجن امتحن الله يوسف بأشد الامتحانات وهو في السجن هل تعرفون ما هي؟ سجن معه خباز وساق فرعون ذهب إليه وقال حلمنا حلماً في الليلة الماضية ما هو الامتحان بالنسبة ليوسف؟ هل يشهد بأمانة الله أمام الساق والخباز؟ في حين أنه لم يرى ضر واحدة من أمانة الله في حياته لمدة 12 سنة فكروا في الأمر لقد وعده الله بأن يكون قائداً انتقل من البئر إلى العبودية إلى السجن لم يرى إخوته وهم يخدمونه إنه بعيد عن تحقيق هذا الوعد كيف يشهد على أمانة الله أمام الساق والخباز؟ هل تستطيع أن تتخيل ما سيفعله يوسف؟ كان سيقول لهم هل حلمتم بالأمس؟ أنا حلمت أيضاً أتركوني لحالي كان سيموت وهو يردد الله ليس أميناً لم يفي بوعده لكن الله أمين دوماً يفي بوعده لو كان يوسف كشعب إسرائيل لابتعد عن إرادة الله لن يكون خطأ إخوته بل خطأه لأنه اتبع الأفكار الخاطئة لأنه اختار عدم الطاعة بدلاً من انتظار وعد الله كقول بولوس في كورينثوس الثانية أصحى حشرة كم من المرات التي نصل فيها إلى حافة الحصاد ونستسلم للأفكار الخاطئة؟ وبالتالي الحصاد الذي أعده الرب لنا نضيعه فقدنا بالأفكار الخاطئة بالمشاعر الخاطئة بالمعتقدات الخاطئة بالافتراضات الخاطئة لا تفعل هذا عندما يسود الشر ولا تسير الأمور بشكل جيد لا يهم عدد الأسابيع لا أهتم بعدد الشهور إذا كنت قد عملت كل ما عليك فلتثبت أثبت في الحق لأن الحق يجعلك تصمد أمام الامتحان آذوا بالقيدي رجليه وكبلوا يديه بالسلاسل لكنه لم ييأس ظل متمسكا بالوعود حتى تم وعد الله له وامتحن الرب سموده يقول بطرس فقاوموه رسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم وإله كل نعم الذي دعان إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم ما معنى يكملكم يرمم أو يتمم من خلال الإصلاح والتنظيم يثبت يعين سريعا تصميم على تغيير الاتجاه يوطد يقوي أن يعزز في المعرفة والقوة الروحية يمكن أن يضع أساسا لشيء ما أو يشيد أو ينشئ ما الذي فعله الله من خلال الألم أو المقاومة أعده الله ليكون واحدا من أعظم القادة في العهد القديم كانت أمامه الفرصة للانتقام من إخوته عندما أتوا إلى مصر لكنه لم يفعل باركهم بارك مضاعفة فعل ما قاله الرب يسوع في العهد الجديد إنه رمز جميل للرب يسوع في العهد القديم أحد الأشخاص المحببين لي جدا في العهد القديم هو يوسف يوسف ودانيال من أكثر الشخصيات الرائعة في العهد القديم أقول لك هذا استغرق الأمر 21 سنة عشر عبودية اثنين في السجن سبع سنين الوفرة ثم سنتين في المجاعة وهكذا انتظر 21 عاما حتى يتحقق الحلم وأطاع الله طيلة المدة كان متمسكا بالوعد كان مؤمنا مثابرا بحق أراكم في الجلسة القادمة الجلسة الحادية عشرة الصلاة المثابرة صلي صلاة مقتدرة اشهد عن المستحلات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة